بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم ونحييكم مع درس من دروس نحو الصرف المستوى الخامس المسار الأدبي للصف الثالث ثنوي الفصل الدراسي الأول وموضوع درسنا هو نوعاء التوكيد وهو التوكيد المعنوي وهو النوع الثاني من أنواع التوكيد نتعرف على التوكيد ونوضح أنواعه ونبين الحكم الإعرابي للتوكيد المعنوي وكذلك نذكر ألفاظه ونميز بينهما وأيضاً نبين شروط ألفاظ التوكيد المعنوي ونوضف ذلك في التعبير الكتابي والشفهي نبدأ على بركة الله نتذكر ما أخذناه في الدرس السابق وهو التوكيد اللفظي نريد توكيد لفظي لفعل مضارع مرفوع من خلال الصورة ماذا نقول يلعب الأولاد في الملعب أين التوكيد هنا؟ التوكيد هو ماذا لفظ يلعب فعل مضارع يلعب هنا جاء توكيداً لمن؟ للفعل المضارع الأول هنا ونسميه توكيد لفظي وعرفناه بأنه ماذا؟ تكرار لفظي نريد توكيد لفظي ويكون منصوباً فنقول إن السماء السماء صافية أين التوكيد هنا؟ التوكيد اللفظي هو السماء الثانية هي توكيد لمن؟ للسماء الأولى وجاءت منصوبة لأنها ماذا تابعة؟ للمؤكد السماء اسم إن منصوب وهذه توكيد اللفظي جاء منصوباً توكيد لفظي مرفوع فنقول الشمس الشمس مشرقة فالشمس الأولى هنا جاءت مبتدأ مرفوع والشمس الثانية جاءت توكيداً لفظياً مرفوعاً إذن نستنتج أن التوكيد هنا تابع للمؤكد في الإعراب رفعاً ونصباً وجراً والتوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ إما اسماً أو فعلاً أو حرفاً أو جملة إلى آخر ذلك ننطلق في درسنا اليوم أمامك الآن ثلاث جمل قارب بينها سلمت على الملك وسكت ولكن هنا سلمت على الملك نفسه وسلمت على الملك عينه هنا ما الفرق بين الجمل هنا سلمت على الملك وسكت فقط تدل على ماذا هنا هل فيها توكيد؟ أم ماذا؟ فنقول هذه الجملة تحتمل أمراً أنك قد سلمت على شخص آخر غير الملك قد يكون ولي عهده أو مدير ديوانه فهنا هذه الجملة ليست مؤكدة لأنها عندما تقول سلمت على الملك فقط هنا كأنها تحتمل على ماذا؟ على أنك سلمت على ولي العهد أو مدير ديوانه ولكن عندما أقول سلمت على الملك نفسه أو سلمت على الملك عينه فهنا أضفنا كلمة نفس وعين للدلالة على ماذا؟ على رفع احتمال أن يكون في الكلام مجازاً أو سهواً أو نسياناً فأنا هنا أؤكد بأنني سلمت على الملك نفسه أو عينه فهذه الألفاظ ماذا أفادت؟ رفعت احتمال أن يكون هناك مجاز أو سهواً أو نسيان في الكلام ونفس وعين نسميها ماذا هنا؟ من ألفاظ التوكيد المعنوي نستنتج أن التوكيد المعنوي له ألفاظ خاصة به منها نفس وعين وسنتعرف على ألفاظ أخرى في الدقائق القادمة طلاب المدرسة عامتهم مهذبون والطالبات جميعهن متفوقات وتعرفت على ألفاظ التوكيد كلها وغرست النخلتين كلتيهما وجاء الطالبان كلاهما لاحظ هنا الكلمات الملونة باللون الأحمر لو قلت مثلا طلاب المدرسة مهذبون الجملة صحيحة ولو قلت الطالبات متفوقات إذن يجوز أن نحذفها ولكن هنا ماذا أفادت عندما وضعنا كلمة عامتهم وجميعهن وكلها وكلتيهما وكلاهما هذه الكلمات الملونة باللون الأحمر ماذا أفادت ما الفائدة منها مع أنني يمكن الاستغناء عنها هي ماذا للدلالة على الإحاطة والشمول ما معنى ذلك طلاب المدرسة عامتهم أي كلهم الإحاطة والشمول الطالبات جميعهن الفاظ التوكيد كلها النخلتين كلتيهما الطالبان كلاهما فهنا هذه الألفاظ جاءت للدلالة على الإحاطة والشمول هذه الألفاظ نسميها ماذا من ألفاظ من أي أنواع التوكيد هنا الألفاظ الملونة باللون الأحمر نسميها من ألفاظ التوكيد المعنوي إذن نضيف على ألفاظ التوكيد المعنوي نفس وعين نقول عامة وجميع وكل وكلتيه وكلاء وكلتيهما وكلاء وكلتاء وكذلك أجمع وما تصرف منها هذه نسميها ماذا من ألفاظ التوكيد المعنوي وأضيفتنا للتوكيد وللدلالة على الإحاطة والشمول بين الحالة الإعرابية للمؤكد والتوكيد حضر المدير نفسه التوكيد هو ماذا نفسه والمؤكد هو المدير فنعرب المدير هنا جاء ماذا مرفوعا بالضمة ونفسه توكيدا تابعا له مرفوعا إذن الحالة الإعرابية للمؤكد والتوكيد هي الرفع سلمت على الضيوف جميعهم هنا التوكيد جميع والمؤكد هو الضيوف ما إعراب الضيوف هنا جاء اسما مجرورا فجميع أيضا تابع له يكون ماذا مثله مجرور رأيت الطالبين كليهما كليهما توكيد للطالبين فالطالبين مؤكد وعرابه هنا جاء ماذا رأيت الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه إذن هو منصوب فالتوكيد سيكون مثله منصوب نستنتج من ذلك ماذا أن التوكيد مرفوع والمؤكد مرفوع وإذا كان المؤكد مجرور فالتوكيد مجرور مثله وإذا كان المؤكد منصوب فالتوكيد أيضا تابع له نقول يتبع التوكيد المؤكد في الإعراب رفعا ونصبا وجرا فنفس تابع للمدير في الإعراب وجميع تابع للضيوف وكليهما تابعة للطالبين لو قلت هنا في الجملة حضر المدير نفسه قلت رأيت المدير ماذا كيف نضبط نفس بالشكل هنا نفسه يكون منصوبا وإذا غيرنا سلمت على المدير نفسه فالسين تكون ماذا مجرورة إذن يتبع التوكيد المؤكد في الإعراب رفعا ونصبا وجرا ألفظ التوكيد المعنوي نفس وعين وجميع وكل وعامة وكلا وكلتا وأجمع لها شروط حتى تعرب توكيدا ما هو هذا الشرط؟ ننظر هنا حضر المدير نفسه نقول هنا المؤكد والتوكيد المعنوي المؤكد هو المدير ونفس هنا التوكيد وأضجح الطلاب جميعهم الطلاب هو المؤكد وجميعهم هو التوكيد وراية الطالبين كليهما الطالبين المؤكد والتوكيد كليهما ماذا تلاحظ الآن هنا حضر المدير نفسه نحظ هنا الهاء لماذا أتينا ووضعنا الهاء في نفسه ولاحظ هنا جميعهم جميعهم هنا ولم نقل جميعه جميعهم تعود على من على الطلاب الطلاب جمع فالضمير المناسب لهم هم وهنا الهاء هنا للمفرد المدير وكليهما جاءت هنا مناسبة للمؤكد إذن نقول يشترط فيه ماذا أن يجتمل على ضمير لاحظوا الضمير هذا يعود على من؟ على المدير والهم يعود على الطلاب وكليهما يعود على الطالبين فالقاعدة تقول يشترط أن تجتمل ألفاظ التوكيد المعنوي على ضمير يعود على المؤكد يشترط أن تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد ويكون مناسبا له فهنا نفسه ولم أقول نفسهم أو نفسهما فالهاء مناسبة هنا للمفرد المدير وجميعهم فلم أقول جميعه أو جميعهما جميعهم هم هنا للجمع وكليهما هنا جاءت مناسبة للمؤكد المثنى إذا لم تجتمل ألفاظ التوكيد على ضمير فإنها تعرب ماذا إذا لم نضفها إلى ضمير فكيف تعرب هنا حضر نفس المدير هنا أضفنا نفس إلى المدير ولكنها لم نضفها إلى ضمير أكرمت جميع الطلاب جميع الطلاب أضفنا جميع إلى من؟ إلى الطلاب وسلمت على كلا الطالبين فكلا هنا أضفناها إلى اسم ظاهر إذا ألفاظ التوكيد هنا النفس وجميع وكلا ماذا تلاحظ؟ أنها لم تضف إلى ضمير أو لم تجتمل على ضمير وإنما أضيفت إلى اسم ظاهر المدير والطلاب والطالبين كيف تعرب في هذه الحالة؟ هل تعرب توكيدا؟ أم ماذا؟ نأتي إلى نفس نقول حضر نفسه المدير فنعربها ماذا؟ فاعل مرفوع بالضمة أكرمت جميع الطلاب هنا جميع تكون ماذا؟ مفعول به منصوب بالفتحة سلمت على كلا الطالبين الطالبين هنا جاءت ماذا؟ أو عفواً كلا جاءت ماذا؟ اسم مجرور بالكسرة إذن القاعدة تقول إذا لم تضف ألفاظ التوكيد أو لم تجتمل ألفاظ التوكيد على ضمير يعود على المؤكد فإنها تعرب ماذا؟ حسب موقعها في الجملة وما بعدها المدير والطلاب والطالب يعرب ماذا؟ مضاف إليه مجرور لأنها هنا أضيفت إلى اسم ولم تضف إلى ضمير نلخص ما قلناه ألفاظ التوكيد المعنوي نفس وعين وعامة وكل وجميع وكلا وكلتا وأجمع وما تصرف منها إذا اجتملت على ضمير يعود على المؤكد فإنها تعرب ماذا؟ تعرب توكيداً معنوياً وإذا لم تجتمل على ضمير يعود على المؤكد فإنها تعرب حسب موقعها في الجملة ويمكن أن نقول إذا لم تضف إلى ضمير وإنما أضيفت إلى اسم ظاهر أيضاً نفس الكلام نفس القاعدة وهنا إذا أضيفت إلى ضمير إذا أضيفت إلى ضمير يعود على المؤكد وهنا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فالقاعدة لا تختلف كلاهما صحيح هنا أضيفت إلى اسم ظاهر وهنا أضيفت إلى ضمير تدريبات استخرج التوكيد وعين المؤكد نزل اللاعبون كلهم إلى الملعب التوكيد هنا ماذا؟ لفظ كلهم توكيد معنوي واستخدمنا لفظ كلهم المؤكد هنا تعود على من هم جمع تعود على من على اللاعبون فاللاعبون مؤكد وكلهم توكيد معنوي لاحظ هنا ضبط بالشكل بالضمة لماذا؟ لأنه تابع للمؤكد فالمؤكد هنا فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم إذن هو موقعه العرابي مرفوع فأضبط هنا التوكيد بالرفع كلهم داومت الطبيبات جميعهن الآن هنا أين التوكيد؟ جميعهن المؤكد هنا الذي أكده لفظ التوكيد المعنوي هو ماذا؟ كلمة الطبيبات لاحظ هنا التوكيد يتبع المؤكد فيه عرابه فالطبيبات هنا فاعل مرفوع بالضمة وجميعهن لاحظ أين نضع الضبط بالشكل والنطق كذلك على العين لأن هذا أضيف إلى ضمير فنقول جميعهن إذن هنا توكيد معنوي مرفوع بالضمة وهو مضاف وهن هنا مضاف إليه أو ضمير متصر مبني في محل جر بالإضافة حفظت السورة كلها أين التوكيد هنا؟ كلها توكيد معنوي والمؤكد كلها الهاء هذه تعود على من؟ تعود على على السورة إذن السورة هي المؤكد أيضا ناحظ هنا الضبط بالشكل كل جاءت ماذا؟ منصوبة بالفتحة لأن المؤكد هنا حفظت السورة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وكل هنا توكيد معنوي منصوب وهو مضاف والهاء هنا ضمير متصر مبني في محل الجر بالإضافة وضح الفرق في إعراب ما كتب باللون الأحمر مع ذكر السبب شارك كل الطلاب كل هنا تعرض ماذا؟ شارك فعل وكل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أبصرت الكعبة عينها أبصرت الكعبة عينها عينها تعرب توكيدا معنويا منصوبا بالفتحة سؤالي لكم الآن لماذا أعربنا كل هنا فاعل وعينها أعربنا توكيد معنوي لأنها هنا لم تشتمل على ضمير وأضيفت إلى اسم ظاهر وهنا أضيفت إلى ضمير أو اجتملت على ضمير وهذا شرط من شروط ألفاظ التوكيد المعنوي في الختام تعرفنا اليوم على النوع الثاني من أنواع التوكيد وهو التوكيد المعنوي وعرفنا أن التوكيد المعنوي له ألفاظ خاصة به وهي نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمع وما تصرف منها وبينا أيضا أنها لا بد أن تضاف إلى ضمير أو تشتمل على ضمير يعود على المؤكد حتى تعرب توكيدا معنويا وأذا لم تشتمل على ضمير أو وضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب حسب موقعها في الجملة في الختام أشكر لكم حسن استماعكم إلى أن نلتقي في درس قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة